عمليات الانتاج واستبدال الاستيراد بالانتاج المحلي احنا كنا يمكن لفترة لغاية السبعينات احنا تقريبا كان كمية الانتاج بتقضي الشعب كله وكان كمية الاستيراد قليلة جدا لغاية طبعا محاصة عملية الانفتاحي كبلا اقتصادي اللي هي بدأت تفتح الشرح للاستهلاك الاستيراد الاستهلاكي الحل لنا هو ان احنا نصدر اكتر وننتجى اكتر طب ممكن اسحك سؤال هل يعني بحول افكر مع حضرتك واستاذ المشاهديني تابعونا هل لو كان الامر ساعتها يعني بيقدينا ان احنا نقول ما ننفتحش بسرعة على العالم الخارجي لان احنا ما كناش عندنا حاجة نديل العالم الخارجي فاحنا نفتحنا فبدل ما تبقى في اتجاهين لا بدل ما تبقى في اتجاه واحد عبدل ما احنا بقتلنا نطور قلياتنا هل كان خلاص المجتمع تشبع بفكرة الاستيراد انا فهمك يا صحيح؟ مزبوط مكلام حضرتك مزبوط ان احنا تعودنا على الشرح الاستهلاكي الشرح الاستهلاكي مع دعم الجنين المصري انا عايز اقول انه الجنين المصري كان مدعم وعلشان كده كان قوي قدام الدولار وهذه القوة ما بيقسم الدهاش من قوة الاقتصاد ده بين قوسين قوة وهمية احنا زقينه علشان يفضت صامت بس هو قيمته الحقيقية اقل هي اللي عندي لوتي حاجة شبه اللي عندنا كان وبرضو انا يمكن اتمنى ان يستمر الجنين المصري ضعيف انا مش عايز الجنين المصري يقول لان قوة الجنين المصري دي هتقلل من فرصة الاستصدير وهتقلل من السياح يعني حضرتك شوف المعركة اللي موجودة بين الصين وامريكا ان الامريكا بتقول الصين اللي يازم لازم تقوي اليوان بتاعك والصين متمسكة انها دي بقى ضعيف نفس العملية بالنسبة ليان الياباني هي عملة ضعيفة جدا قدام الدولار فكل الدول اللي هي بتنشط في عملية التصدير وبتقوم اقتصادياتها وبتعمل نسبة نمو اللي هي بسبعة في المية سنويا هي دول عملتها ضعيفة الدول اللي عملتها قوية مش عندها الفرصة احنا فرصتنا الكبيرة اللي احنا بدأنا نشوفها ونشوف اثرها في النمو اللي بيحصل النهاردة عندنا نموه اربعة وثمانية من عشرة وبدأ صندوق النقد الدولي يعترف فيه احنا هزين نوصل لستة في المية اللي يضعف عدد السكان ده مش هيحصل الا بان احنا نرفع الدعم عن الجنيه المصر نسيبه نسيبه كده وانا اعتقد الجنيه المصر اللي هيشجع التصدير وزي ما احنا بنشوف النهاردة حصيرة التصدير بتزيد السياحة بدأ تسترد الوضع الاقتصادي بدأ يتحس هي فيه قيمة تقديرية كده للجنيه يعني اسمعنا ارقام 11 لا من 11 الى 14 خمسين هي القيمة العادلة هي الموجودة حالين اصلا يعني كنا نعرف 18 ده قيمة حالين موجودة حالين لغاية يعني احنا لو بيحكمنا